رسوم استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023-2024 وأماكن دفعها وما هي الأوراق المطلوبة لو مطرفنيش معك مستم محمد السيد مدرس انجليش ياريت تتابعونا على يوتيوب وعلى تيك توك ذكرت مدريات التعليم أنه يجب على طلاب الشهادة الاعدادية دفع 158 جنيه لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية لأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ويجرى دفع رسوم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية في مكتب البريد أو عبر مكينات فوري بالإضافة إلى عشرة جنيهات دعم مشروعات يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب أما بالنسبة لأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 فهي على نحو التالي عدد خمس صور شخصية مقاس 4 في 6 أصل رسوم المصرفات المدرسية للعام الدراسي الحالي مع تقديم اتنين صورة من الإيصال أصل رسم الامتحان وتسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر استمارة التقديم الإلكترونية تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة ملء استمارة الشهادة الاعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024 مع خالص تمنيات القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق والتفوق لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة